اهلا بكم شدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة خفض التصعيد بشكل فوري في البحر الاحمر بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على السفن وارسال الدول الغربية المزيدة من السفن الحربية ودعا في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري في دورته التاسعة والخمسين بعد المئة دعا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهد المنطقة من أحداث وأكد أهمية انخيرات الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية داعيا لاتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع مساعي إحلال السلام باليمان في غضون ذلك أعلنت الحكومة عزمها مقاضات ملاك السفينة البريطانية روبيمار التي غرقت السبت الماضي في البحر الأحمر بعد نحو أسبوعين من استهدافها جرع هجوم صاروخي شنه الحوثيون قال وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي لرويترز إن الحكومة بصدد التعاقد مع محام دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمسؤوليات المحددة قانونا للملاك وشركة التأمين ومختلف الأطراف ذات الصلاة وأشر إلى أن خطورة مادة فوسفات الأمونيا التي تحملها السفينة تكمن في كونها مادة سماد غير عضوي يمكن ذوبانه في الماء ما يصعب إزالته مستقبلا وسيخلف تأثيرات خطيرة على الأحياء والبيئة البحرية من جهتها حذرت منظمة بيئة عالمية من خاطر كارثة بيئية جراء غرق سفينة الشحن روبيمار في البحر الأحمر دعية للاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتلاف الأثار وأوضحت منظمة السلام الأخضر جريم بيس أن حمولة السفينة بأكثر من 41 ألف طن من سماد نترات الأمونيوم يشكل خطرا حقيقيا على النظم البيئية البحرية الحساسة في المنطقة وأطالب مدير البرامج بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جوليان جريساتي بضرورة إرسال فريق استجابة مكون من خبراء إلى موقع حطام السفينة لتقييم الوضع ووضع وتنفيذ خطة طوارئ بأسرع وقت أعلنت ميليشيا الحوثي أنها دفعت بستة ألاف وخمسمائة من مقاتلها إلى محافظة مأرب تحت ذريعة إسناد الشعب الفلسطيني وسط اتهامات حكومية لها بمحاولة تفجير الوضع عسكريا في الجبهات وذكرت وسائل إعلام تابعة للميليشيا أن أربعة آلاف مقاتل قطعوا مسيرا انطلق من مديرية حرف سفيان في محافظة عمران مرورا بالجوف وصولا إلى مديرية مجزر في مأرب وأشرت إلى أن مسيرا آخر انطلق من ذات المنطقة إلى مأرب يضم ألفين وخمسمائة مقاتل بعد تخرجه من دورات تدريبية زعيمة أن ذلك يأتي استعدادا لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في الشأن الإنساني رصدت المنظمة الدولية للهجرة نزوح خمسين أسرة تتألف من ثلاثمائة فرد باليمن خلال الأسبوع الماضي وأوضحت مصفوفة تتبع النزوح بالمنظمة أن الأسباب الاقتصادية المتعلقة بالصرع هي السبب الرئيسي للنزوح تليها أسباب السلامة والأمن وبيّنت أن حالات النزوح نشأت من محافظات الحديدة واتعز ومأرب وصنعاء فيما استقر غالبية النازحين الجدد في محافظات مأرب والحديدة والضالع نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر